ازايكم معكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك وشين للفيديو ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض عروسة بكار من القماش ازاي النهاردة طبعا اول حاجة هنبدأ بها هي البطرون انا هنا عاملة داق الوش عاملة من ورق الجرائد داق الوش بتاعه وعملة منه واحد كمان بالورق العادي عشان ارسم عليه العيون والحاجات اللي هي الوش وكده اصدي البق وكده وهنا عملت كمان ادي الجسم بنتأكد طبعا ان الوش يكون متناصق مع الجسم وكمان ادي الايدين وادي الرجلين بالنسبة للقماش نقدر نستخدم اي نوع قماش متوفرة عندنا انا عندي اللون البني من نجوخ هستخدم قماش الجوخ لو في قماش عندكم نوع تاني يكون افضل لان الجوخ بيبقى نشف شوية بيكون صعب التعامل معي هنا انا عملت طبعا من الوش اتنين على قماش الجوخ والجسم كمان اتنين والايد هنعمل منها اربعة لان كل ايد بتاقد اتنين والرجلين كمان اربعة طبعا احنا بنحط القماش ونحط فوقي البطرون اللي احنا عاملينه وبنقص على المقاس اللي احنا عاملينه للبطرون هنا هنجيب الوش نبدأ بيه هنبدأ ان احنا نصرق سراجة عادية جدا على الحروف بتاعة الوش هنا بعد ما صرقتها وصيبة هنا فتحة عشان اقدر ان انا اقلب بيها الوش بتاعي بالشكل ده كده وبنعدله بالشكل ده وهنا الايدين برضو بعد ما خيطناها هنقلبها بنجيب قلم كده عشان الايدين بتكون رفيعة شوية وقصة الاطول فبنحتاج ان احنا نرفحها بحاجة هنا بالنسبة للرجلين هنجيب جزء زي بيضاوي كده من تحت شكل البيضة في الفتحة اللي من تحت دي وهنخيطها يعني من تحت بالشكل ده كده داير نداير طبعا علشان دي تبقى القعدة بتاعة الرجلين وهنا لما بنقلبها بتبقى بالشكل ده ودي الويدين وهنا لما بنقلبها بتبقى بالشكل ده بعد كده هبدأ ان انا احشي الوش بالفايبر طبعا دي عربية الفول اللي انا كنت عاملها معاكم السنة اللي فاتت على القناة اتمنى ان انتو تدخلوا على الفيديو تتفرجوا عليه للناس اللي لست متفرجتش عليه وانتظروني هعمل معاكم عربية فول تانية السنة دي ان شاء الله هنا بعد ما حشيت الوش هخيط الجزء المفتوح ده وهنا حشيت الايدين والرجلين والجزء بعد كده هاجي عند الجزء اللي في النص ده وهخيطه همسكه كده من النص وهنحط الرجلين من هنا ونخيطها والرجلين التانية بالشكل ده ونثبتها في الجسم وهنيجي على الايدين برضو من فوق وهنثبتها في الجسم من فوق بالشكل ده كده يبقى احنا كده خلصنا الجسم ناقص الوش بس القبل ما هنركب الوش هنعمل اللبس بتاع بكار ده البنطلون بتاعه بالشكل ده كده هنقصه بالشكل ده وهنخيطه من الجنيب بالشكل ده كده وهنا بعد ما قلبته وهنا دي الجلبية بتاعة بكار ده الظهر واللي فوقيه ده الوش بتاعه وبرده هنخيط الجناب وهنا دي الكمام هنطبعا هنثبتها في الجزء اللي هو الحردة اللي من فوق دي من هنا ومن هنا طبعا بنخيط برضو بنفس استراجة العادية اللي احنا عملنا بيها الجسم بتاع بكار وهنا لما خلصته ألبت آآ الجلبية بعد كده هبدأ ان انا ألبس آآ البنطلون بتاع آآ بكار بالشكل ده كده واخد المقاس هكده مضبوط وبعد كده هلبسه الجلبية بتاعته بالشكل ده كده بعد كده هنيجي نرجع تاني للوش هجيب الويدان احط حبة فايبر بس مش هعملها زي ما باملى آآ الجسم والوش وكده هسيبها مفرغة شوية بحيس ان انا عايزها يبقى ليها التانية دي بتاعت الويدن بتاع البكار هحط نقطة شامع او ممكن اخيطها اديها غرزتين كده من الجم وبعد كده هسبتها في الوش بتاع بكار الشكل ده كده بعد كده هجيب آآ الوش في الرقبة بالشكل ده هسبتها بشامع وبعد كده اجي على الحروف دي واخيطها برضو اصرغة حيس ان ايا بات تبقى مسكة كويس معي وبعد كده هنيجي للسديري بتاع بكار طبعا هو باللون الاحمر انا جبت قمش الجوخ ده شكل السديري آآ قبل ما نخيطه طبعا احنا نخيط الاجزاء اللي انا بشاور عليها دي بس هنا بعد ما خيطتهم طبعا انا عاملين من الجوخ برضو الجوخ نشف شوية فلو هنعمله بالقماش هيكون مرم معنا وهنا وانا بشوف بقى المقاس بتاعه كده مقاسه مزبوط آآ هاجي بقى هنا انا عملت كده علامات على الحروف بتاعة آآ السديري بالقلم الرصاص وهجيب الاستراس ده وامشي كده على العلامات اللي انا عاملها على الحروف دي كده وعملاله برضو هنا جيب وهنا جيب همشي على كل آآ اللي هي العلامات اللي انا عاملها بالقلم دي بالاستراس طبعا انا برضو عاملة معاك وبوجي وطمطم موجودين كل الحاجات دي موجودة في قيمة مجمعة على القناة آآ هنا انا خلصت كده التزيين بتاع السديري هاجي للوش آآ هاركب بقى احط العينين اللي انا رسمتها على الورقة اللي قلتلكو عليها وهنا الحواجب والمناخير انا عملت دايرة عادية جدا آآ من قماش وبعد كده آآ صرقتها داير ندير كده على حروف الدايرة وبعد كده آآ شديت استراجة فقدتني الكرة اللي انتو شايفينها دي وده البق هنا هنيجي للشعر آآ طبعا انا هنا وانا بركب آآ الشعر بوريكو بعمله ازاي طبعا هوريكو انا عملت آآ الجزء دا ازاي هوريكو دلوقتي هنلف البكر اللي هو التريكو دا خط التريكو لوصوف بنلفه كده وبعد كده بنمسك ونحط اللفة اللي احنا عملناها دي ونحطها كده نسبتها آآ في الراس بتاعت بكر طبعا انا عملت كزا واحدة بنفس الطريقة لحد ما خلصت كل الراس طبعا احنا هنعمل كتير هتاخد مننا صوف كتير هتاخد يعني آآ مجود كتير شوية هنا انا غيرت العينين وغيرت الحواجب ما كانوش يعني عاجبين ولادي فآآ غيرتهم آآ بعد كده هنيجي للطاقية بتاع البكر بحط كده ده فوم وبحط هنا كارتون عشان يقوي الدايرة دي شوية بسبتها كده من الجنب وعملت لها دايرة من فوق بحس ان هي تبقى الجزء العلوي ده وده برضو من الفوم زجزاجات كده باللون الاصفر وهلزقهم بالشمع برضو في طاقية بكر وبعد كده هاجي الكرة الصوف دي هحطها هنا في النص بعد كده هسبت الطاقية بتاع البكر فيها بالشمع او باي حاجة احنا اوزنها انا سبتها بالشم بعد كده هنيجي للشوز بتاع البكر آآ هنجيب كارتونة على شكل آآ طبعا آآ نعلق الرجلين ده وبعملها كده بقمش الجوخ طبعا انا خدت المقاس الاول على مقاس رجلين بكر وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل الشوز بتاعه ده الجزء العلوي بتاع الشوز آآ انا استخدمت آآ قمش الجوخ برضو هنا بعد عملت اللي هو الجزء الاولاني ده هاجي اجيب برضو قطعة كده مستطيلة وهلفها والزقها على الجزء اللي من ورا ده كده وهنا انا لونت الشوز ده بلون آآ برتقاني وبعد كده هجيب الشريط كده اسود وهلفه على آآ الشوز بتاعه بالشكل ده كده من فوق ومن تحت على الحروف هنيجي بقى للشنطة هنا الشنطة دي من هنا الجزء ده اربعة ونص سنتي وهنا ستة ونص سنتي العرض ستة ونص وستة ونص وستة ونص والجزء ده خمسة ونص اللي هو اللي ارتفاع بتاع الجنب ده خمسة ونص واللي ارتفاع ده خمسة ونص برضو وطلعين نص سنتي من هنا ومن هنا والقاعة ده بتاعت الشنطة واحد ونص طبعا انا بيجي عند الجزء اللي هو اللي طالع ده اللي انا قلت لكم اللي هو نص سنتي بحط فيه الشام وهركبهم على بعض بالشكل ده كده وهنيجي للجنب التاني برضو وهلزقوا بالشكل ده كده وهنيجي للأيدين هنعمل الطول اللي احنا عاوزينه وبعد كده هنلزق هنا في الجناب بالشكل ده كده والجنب التاني وطبعا الجنبين اللي طالعين دول هنلمهم كده الزقهم على جنب بالشكل ده كده وده كده الغطا وانا برضو لو انتهى باللون البرتقاني هي كمان عشان تبقى لون الشوز بتاع بكار وده طبعا شكله النهائي لبكار طبعا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه طبعا يعني العرائز دي بتبقى حلوة في رمضان لولادنا وممكن كمان نعملها كمشروع للناس اللي حابة ان هي تعمل مشروع في البيت واتبيع وكده يعني اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه لو في حاجة وقفت قدامكم او مش يعني مفهمتاش كويس اكتبوا لي في الكومنتات وطبعا انا اطلب مني الفيديو ده السنة اللي فاتت بس انا مقدرتش اعمله لاني كان الوقت اتاخر ومكنش عندي الخامات بتاعته يعني لو حد عنده اي حاجة عايز عايز نعملها اي فكرة لرمضان يقولي في الكومنتات وان شاء الله اعملها لكم واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا